ما كيفية صلاة الليل وما أهميتها ومتى تكون بالتحديد وما هو أفضل أوقاتها وعدد ركعاتها جزاكم الله خيرا كيفية الصلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين يصلي من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذه الكيفية المثلاء والأفضل في صلاة الليل أرسد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فيصلي ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة صلي 11 10 أو 13 أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3 أجنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 أو 13 وإن زاد أو نقص ثلاثة جزاله ووقتها ما بين صلاة العشاء لا طلوع التجر كل هذا وقت لصلاة الليل فمن كان لا يتقو بقيامه من آخر الليل فإنه يصلي من أول الليل ما تيسر له على صلاة العشاء ويختم ذلك بموتر ومن كان يرجو أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الصلاة لآخر الليل كان هذا أفضل يصلي ما تيسر له ويختم صلاته بموتر قبل كل وعذر جزاكم الله خيرا تسأل عن أهميتها في الصادحة أهميتها لا شك أن أفضل كما قال النبي سبحانه أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع ادعون ربهم خوفوا وطمعا ومما رزقناهم ينفكون فلا تعلموا نفس ما أخفى لهم من كرة العين جزاء لما كانوا يعملون صلاة الليل فيها خضر عظيم لأنها بعد أهل الرياء ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب قال تعالى إن ناشئة الليل هي الأشد وطعا وأقوى مخينا وناشئة الليل هي القيام بعد النوم جزاكم الله خيرا